نوح بعد لقية الأخبار النادي الأهل اللي بيخوت خلاص فريق الكرة في النادي الأهل مرانه الأول النهاردة في الأمارات ضمن طبعاً التحديد لخوض مباراة كاس العالم للأندية ليبدأ النادي الأهل بمواجهة طبعاً مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير الجاري في مشاركته التامنة النادي الأهل يشارك 8 مرات المرات دي هي المرة التامنة المونديال للأندية والبطولة أكيد بيسعى خلالها تقديم مستويات قوية واستكمال أكيد الإنجاز اللي حققه في النسخة الماضية بقطر بعد طبعاً حصد المركز التالت والميدالية البرونزية للمرة التانية نادي الأهل يحصل بالفعل من قبل طبعاً مودالية البرونزية قبل كده مع مانو الجزية وكان عام 2006 وقدر برضو نحق الإنجاز الكبير ده تيتسو موسماني المديري الفني للفريق هيحدد برنامج التحضير لقوض منافسات كاس العالم الأندية مع معانيه من خلال وعدة طبعاً برنامج بدني خاص لرفع كفاءة اللاعبين البدنية والتأثرت أكيد بعد طول فترة الراحة اللي حصل عليها اللاعبين بعد توقف مسابقة الدورة لزروف طبعاً كثير يعني مشاركة منتخب مصر في كاس الأهمية الإفريقية ووصل خلاص بس نادي الأهلي إلى الإمارات ووصل طبعاً استقبال حافل من جماهير النادي الأهلي في الإمارات وجمهور المصري بشكل عام لسه مع أخبار النادي الأهلي وملف تكديد طبعاً عقد بيتسو موسماني المدير الفني لنادي الأهلي وعادت وكيلة أعمال موسماني لجنوب إفريقيا دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تنديل التعاقد مع المدير الفني بعدما عقلت أكتر من جلسة مع أمير التوفيق مدير التعاقدات في هذا الشأن لكن ما وصلوش لاتفاق نهائي بخصوص هذا الشأن وقال مصدر لينا في أخبار أن زوجة موسماني عقلت ثلاث جلسات مع أمير التوفيق خلال الأيام اللي فاتت وشهدت الجلسات الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد وهو الشرط الجزائي اللي تمسك به النادي الأهلي بأنه يكون ثلاث شهور فقط بينما بترغب فيه طبعا زوجة موسماني ووكيلة أعماله في نفس الوقت إلى زيادته إلى ست شهور أبلغ أمير التوفيق طبعا زوجة موسماني بأنه هيعرض الأمر على أكيد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي من أجل اتخاذ القرار النهائي ومن المتوقع يتم عقد جلسة خاصة مع موسماني في الإمارات كمان على هامش تواجد الفريق هناك طبعا الآلي كان قدم عرض أخير لموسماني وهو أنه هي مدد سنتين مقبلين للموسم الجاري مقابل مية وستين ألف دولار شهريا بدل من اللي كان بياخده موسماني كان بياخد حوالي مية وعشرين ألف دولار مع وضع شرط جزائي مدته تلات شهور فقط ده اللي عايزه النادي الأهلي لكن طلبت وكيلة أعمال موسماني وهي زوجته في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم في البداية أن يكون الشرط جزائي لمدة ست شهور ولكن أمير توفيه في انتظار قرار نهاي من الكابتن محمود الخطيب لسه مع أخبار النادي الأهلي واستقارة إدارة النادي الأهلي على وضع محمد عبد المنعم طبعا المدافع المتقلق فترة الأخيرة مدافع الفريق العائد من الإعارة لفيوتشر معار طبعا نادي فيوتشر فيه الفئة التانية من حيث قيمة العقود خاصة أنه أصبح لعب دولي بعد مشاركته الحالية مع المنتخب الوطني المصري بطولة كاس الأمم الإفريقية وقال مصدر بالنادي الأهلي إن الإدارة بتقدر طبعا جيدا تمسك اللاعب بالنادي الأهلي وإعلان رغبته النادي فيوتشر فيه قطع أعارته والعودة من جديد للنادي الأهلي نظر طبعا لحاجة الجهاز الفني ليه تواجده في ظل إصابة أكيد المغربي بدر بنون